اشتركوا في القناة امتدادا للتراث البحريني الأصيل وعراقته عرفت البحرين منذ قديم الزمان بفن النقش على الجبس في البيوت والعمارة التقليدية وكان للنقش على الجبس أهمية جمالية وذات خصوصية تمتاز بالدقة والإبداع ورغم اختفاء هذا الفن تقريبا في العمارة الحديثة لا يزال جعفر عبدالحسين وهو آخر النقاشين على الجبس يقاوم الزمن ويحافظ على هذه المهنة التراثية من خلال المنحوتات الجبسية كإرث تراثي وتاريخي يجب الحفاظ عليه البحرين معروفة بالزخارف الهندسية هي بسيطة والأساسية في جميع الزخارف هي الأساس وأما الأدوات البحرين اللي يشتغلون بها هي السكين والفرجال والمسطرة هي أكثرية اللي يستخدمها المزخرف الزخارف البحرينية طبعا كثيرة مئات الزخارف وأنواعها عندنا زخارف كل زخرفة لها اسم مثلا الزخرفة عندنا أصابع العروس نقشة الرمح الدرع المكبس بأدوات بسيطة يبرع الحرفي جعفر عبدالحسين في هذه المهنة التراثية لأكثر من أربعين عاما بعد أن ورثها عن أجداده فباتوا متمسكا بها في عمل النقوش والتحف الجبسية التي تحاكي التراث البحريني وتاريخه طبعا نحن نحن التراث البحريني على شكل تحفة خصة حق الأجانب إذا جوا البحرين مثلا ياخذ هذه التحفة باب البحرين باب البحرين من سنة كم تاريخة كم متى تأسس في السائلون الأجانب خصوصا عن هذا باب البحرين نحن سوينا على شكل تحفة خصة إذا راح بلده يسألونه كذلك مسجد الخميس هذا ما تتأسس على مسجد الخميس على شكل تحفة هو صدق تحفة يسألونه هاي في وين هذا المسجد في البحرين في البحرين في وين وهذا سنة كم تأسس وفي عهد من كأن قراءة كاملة عن هذا المسجد يحكي تاريخ البحرين كأن قاري كتاب كامل بدون قراءة في النقش على الجبس تتعدد أشكال النقوش والزخارف العمرانية ورغم الغاية الجمالية للجبس إلا أنه عرف في السابق على قدرته على سحب الرطوبة ليلا وإطفاء جو لطيف على البيوت نهارا النقش على الجبس هي المهنة التراثية التي أبدع فيها الحرفيون البحرينيون منذ قديم الزمان لتمثل هذه النقوش أهم ملامح العمارة التقليدية في البحرين إيمان شرف لمركز الأخبار في زون البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر